شاب مسلم لم يكن يصلي وهو صغير لأنه لا أحد من أسرته كان يصلي وأثناء ما كان في المرحلة الثانوية تعرف على مؤلفات بعض العلمانيين وعلى الكتب الماركسية وفي الجامعة أعلن أمام زملائه القريبين عن إلحاده وعدم اعترافه بوجود إله أو جنة ونار لدرجة أنه قام بالإفطار علنا في نهار رمضان مما جعل أحد رجال الشرطة يلقي القبض عليه فزاد كره هذا الشاب لكل من لا يؤمن بفكره وأثناء وجوده بالزنزانة أتى رجال الشرطة برجل ملتح ملطخ بالدماء ويتأوه من شدة الألم بسبب اعتداء صاحب العمل عليه واتهامه زورا بسرقته فأسرع شاب ضعيف بالزنزانة لحمله وغسل أجزاء جسمه الملطخة بالدم ولكنه لم يستطع فطلب من الشاب الملحد مساعدته فقال له بغضب هذا مسلم متشدد ولا يمكن أن أساعده قام الشاب الضعيف بالمهمة دون مساعدة وبعد أن أفاق الرجل الملتحي وعند أذان المغرب وزع تمرات كانت في جيبه على الشابين المتواجدين معه فقال له الشاب الملحد بتحدي وغيظ أنا لا أصوم ولا أصلي ولا أؤمن بوجود إله أو بيوم قيامة وثواب وعقاب وأؤمن أن الكون تكون من عدم ثم حكى له لماذا تم حبسه ففوجئ الرجل الملتحي بكلام الشاب ثم ابتسم وقال له يبدو من هيئتك أنك من المثقفين ولن أستطيع أن أجاريك في الكلام ولكني سأسألك بعض الأسئلة هذا الكون بهذا الجمال وهذا التناسق بما فيه خلق الإنسان من بصر وسمع وغير ذلك هل هذا الإبداع يكون بعشوائية وبدون خالق وإذا لم يكن كما تزعم للكون إله يحاسب الخلق يوم القيامة على أفعالهم خيرا كانت أو شراء فكيف لشخص قتل واغتصب وكذب يفلت من عقاب الله وأن يتساوى مع آخر مسالم ويحب الخير ويساعد الناس أما كان لهذا المسالم الطيب أن يكون سارقا قاتلا ويملأ الأرض فسادا ما دام الكل متساو وليس هناك رجوع بعد الممات لقد جئت إلى هنا دون ذنب كما قلت وأنا جئت إلى هنا ظلما ألا تتمنى أن يأتي أحد ينتقم لك كما أتمنى أنا أيضا أن ينتقم الله لي من صاحب العمل فلولا إيماني بأن الله خارق هذا الكون موجود لكنت ميت من الحسرة والظلم نعم يا أخي الله خالق هذا الكون ولو كان تكون من عدم فلماذا لا تتكون أكوان أخرى الآن بل لننظر لأشياء أقل تعقيدا من ذلك لماذا لا تتكون أمامنا الآن عنزة أو خيارة من لا شيء أستطيعك مؤمن أن أعد لك ألف دليل على وجود الله أما أنت كملحد كما تقول فلن تثبت أبدا ولو بدليل واحد على عدم وجود الله أصيب الشاب ببعض التشنجات المفاجئة فقام الرجل الملتحي بقراءة بعض آيات القرآن والدعاء له وعندما هدأ شكر الرجل كثيرا وعند الإفراج عنه ابتسم وقال للرجل الملتحي من الآن عدت إلى الله خالق الكون وسأصلي وأدعو الله أن يغفر لي ذنب العظيم وسوف أدعو أسرتي للصلاة ولن أهملهم كما أهملوني صغيرا أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون حمادة شاب وسيم لا يعرف شيئا في حياته سوى الحديث مع الفتيات ومحاولة الإيقاع بهن أحبت جارته طيبة القلب بعد أن شاغلها كثيرا وأرسل لها الهدايا وأقسم لها بأنه يحبها ويريد الزواج منها وكان كاذبا في قسمه لها فكل ما يهمه كعادته أن يثبت لأصدقائه أن كل الفتيات مغرامات به أما جارته هذه فكانت تحبه بصدق وتريد أن تفعل كل ما يسعده ولكن عندما وجدته يتلاعب بها ويسخر منها قطعت علاقتها به خاصة بعدما أخبرها بأنه سوف يخطب فتاة أخرى وبعد أشهر قليلة ذهب لجارته وأعطاها دعوة لحضور حفل زفافه في قاعة كبيرة فذهبت جارته لتبارك زواجه وتبين له أنها سامحت ولا تحمل له في قلبها حقدا أو كره وأثناء ذهبها لتبارك للعروس وجدت حمادة يشير إليها ويتحدث مع أصدقائها قائلا هذه المسكينة التي ظلت تحبني لمدة عامين رغم علمها بأنني كنت أتسلى بها أحذركم من الزواج بها لأنها متيمة بي ذهبت الجارة إلى حمادة وقالت له بغضب جئت لأبارك لك وبقلب متسامح لكن الآن لن أقول سوى حسبي الله ونعم الوكيل ظل حمادة يضحك بعدما غادرت الجارة القاعة وهي تبكي ولم يهتم بما قالته وبعد زواجه انتقل إلى حي راق ثم علم بعد عام من زواجه أن زوجته لديها مشاكل تمنع حملها وبعد أربعة أعوام من العلاج أنجبت زوجته طفلا يعاني من أمراض بالقلب فظل يصرف الآلاف عليه ثم مرضت زوجته أيضا وأصبح يعيش في نكد وهم فتذكر جارته التي ظلمها وذهب إلى بيتها وعلم من أسرتها أنها تزوجت وأنجب الطفلين جميلين فذهب إليها مكان عملها وحكى لها ما أصابه فوجدها تبتسم وتحمد الله ثم قالت له يوم زفافك خرجت حزينة مكسورة فتوجهت إلى الله ودعوت عليك بأن يحزنك الله مع زوجتك كما أحزنتني حتى تشعر بما سببته لي من ألم غضب حمادة كثيرا وترك جارته وعاد مهموما إلى بيته وفي الطريق تذكر كل ما فعله مع الأبرياء والبريئات وخاصة جارته فلم ينم ليلته وفي الصباح الباكر ذهب إلى بيت جارته وظل يبكي ويتوسل إليها كي تسامحه وقال لها يكفي ما حدث لي من انهيار فقالت له الآن رد الله لحقي والآن فقط أشامحك وليتك تتوب عن الخداع وكسر القلوب البرئة وأن تتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين بعض عام من الزواج قررت الزوجة أن تقضي أسبوعا مع زوجها خارج البيت خاصة وأنهما لم يخرجا معا منذ زواجهما وعندما عاد الزوج من عمله واستلقى على السرير قالت له زوجته ما رأيك أن نخرج اليوم فقال لها أنا لم أنم بالأمس دعيني أنام وتركيني تركته الزوجة وقالت لنفسها لا بأس لا بد أنه كان متعبا وفي اليوم الثاني جاء الزوج واستلقى على السرير فدخلت زوجته وقالت له لما لا نخرج معا فاليوم يبدو مناسما لأخذ نزهة فرد عليها الزوج أنا لست مستعدا دعيني وشأني فتركته وقالت لابد أن شيئا ما عكر مزاجه في عمله وظل الزوج كذلك طوال الأسبوع وزوجته تختلق له الأعذار يوما بعد يوم إلى أن جاء يوم وعند عودته من عمله وجد زوجته في حزن تحمل حقيبتها وتستأذنه بالذهاب إلى بيت أهلها وتقول له ربما لا أعود إلى هنا ثانية سخر الزوج من زوجته وظن أنها تهدده فقط ولن تخرج فسمح لها وذهب إلى سريره لينام وعندما استيقظ في الغد لم يجد زوجته ووجد ورقة مكتوبا فيها زوجي العزيز لقد جف نهر الأعذار وتصحرت واحة الصبر كان هذا الأسبوع هو أسبوع مولدك ورغبت بأن أجعلك أسعد رجال العالم ولكنك في هذا الأسبوع جعلتني أتمنى أنك لم تولد بعدما أطفأت شموع المحبة ومزقت قلبي الذي رغبت أن أهديه لك كل عام وأنا لست معك زوجتك أسرع الزوج إلى بيت أهل زوجته وطلب أن يتفاهم معها فقالت له إذا كنت لا تعلم كيف تعتني بالزهور فلا تقطفها فإذا قطفتها وتركتها دون عناية تذبل تلك الزهرة وتموت وأنا زهرة أنت قطفتها وذبلت وهي تحاول إسعادك فدعني وذهب اعتذر الزوج لزوجته بعدما عرف قيمتها عندما افتقدها وظل يكرر أسفه وهي تصر على موقفها حتى ذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة حينها قررت إعطاءه فرصة أخيرة وعادت معه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون اشتركوا في القناة مرسل مرسل